السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن كما كان متوقعا بعد أشهر من التوقف الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا تنطلق مجددا توصلت كل من إسبانيا والمغرب إلى اتفاق يقضي بإعادة استئناف الرحلات البحرية اللي كتربت بين ضفتي المتوسط بداية من نومبر المقبل وذلك بعد أشهر من التوقف وحسب ما أفادت بوسائل إعلام إسبانيا أمس الأحد فإن أول رحلة بحرية بين البلدين ستنطلق في الأول من نومبر المقبل حيث أن الشركات العاملة في القطاع قد توصلت بإشعار في الموضوع وبدأت في الاستعداد لعودتها للعمل وكشفت صحيفة إسبانيا أن من المرتقب أن يتم تنظيم عملية مرحبا مصغرة خلال عطلة رأس السنة حتى يتسنى لأفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا بالعودة إلى بلدهم ولو لفترات وجزع وكانت شركة النقل البحري قد توقفت عن العمل منذ يونيو الماضي بسبب أزمة غير مسبقة بين المغرب وإسبانيا أتشي اللي عندنا في هذا الفيديو كنتمنى لكم نهارا سعيدا لمازال ما تقابونا في القناة تقابونا إذن الأخبار العجلة دائما كتلقاوهم في القناة ديالنا أولا بأول الله أفرسكم السلام عليكم